في كل مكان أهلا بكم من أخبارنا المحلية البداية بإرهاب الطرقات حيث وقع حادث مرور خطير مسامس الخميس على مستوى طريق الوطني رقم واحد وبالضبط بمكان المسمى جسر بن عام جنوب ولاية الجلفة وأفد مصدر من الحماية المدنية أن هذا الحادث وقع نتيجة اصطدام مباشر بين سيرتين سياحيتين حيث أدى إلى مصر ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين أخرين بجروح مختلفة للإشارة سجلت مصالح الحماية المدنية للولاية خلال الصاعات القليلة الماضية وقوع خمس حوادث مرورية خلفت في مجموعها ثلاث قتلى وعشرة جرحة تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبني بوصعيد بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بيتلمسان وبعد ورود معلومات مفادها رصد مجموعة إجرامية تعمل على تصدير واستراد وتخزين المخدرات على مستوى منطقة بني زدار تمكنت من حدث كمية معتبرة من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بثماني قناطير وسبعين كيلوغرام وحدث عربتين من نوع بيجو إكسبير والقبض على ثلاثة أشخاص ميكروفون فاطمة زرقوان ومحمد معاذ تم نصب كمية محكمة على مستوى منطقة بني زدار الكائنة بالطريق الرابط بين بلديتي بني سنوس و بني بوسعيد حيث تم اعتراض وتوقيف مركبتين كانت تسيران بسرعة مفرطة لأولى من نوع بيجو إكسبير والتي عثر بداخلها على كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بثمان قناطير وسبعين كيلوغرام المركبة الثانية كذلك من نوع بيجو إكسبير على متنها أربعة أشخاص إلى قطاع الصحة تشهد قاعة العلاج لبلدية سفيسيفة الحدودية التابعة لدائرة الأحمر ولاية بشار تشهد غيابا تم لأدنى شروط الوقاية الصحية حيث أن القاعة وقاعة العلاج لا تتوفر على التجهيزات والمعدات اللازمة ولا طبيب ولا سيارة إسعاف ميكروفون مرسلنا مهدي بنشتا ما كان لطب ولا فرام لا أنا بعدها باشيين سواني هاها سبحي ها باشيين سواني ما كانش نشيين ندبر كلون ديساعد مش اللا دي بلاسة واحد سان كيلو للاحمر بلادي تلحمر باش ننسواني نحن نهضروا كي ما نقولوا نضيفوا الكلام نتعقويل لقال الدولة قال صرفت مغارك لهيك نتعلى قاعة العلاج لهايبارك مكانش قاح تسافة في المستوى للولاية إلا ما كانش يزاودون بأمبيلانس وشفور نحن نطلب حقنا وحق عند مولانا يزاودون بهذا الموايا هذه قرية الأكواخ اسم يطلق على السكان هذه القرية الواقعة ببلدية الحامة ولاية خنشلة الذين استصلموا للحالة المزرية التي يعيشونها منذ أزيد من عشر سنوات فيما حرم ابنائهم من التعليم بسبب بعد المسافة متابعة التقرير لعمر عمري ووردة أقشيش هذا المشهد الذي تصنعه الأكواخ المتهالكة تعبير حقيقي عن اسم مكان هي قرية الأكواخ الواقعة ببلدية الحامة ولاية خنشلة اسم على مسمى حيث يعيش هنا السكان يومياتهم وسط ظروف طبيعية قاسية عايشين هناك شغلة ما نستقلناش بالأحراب ما نستقلناش ما نستقلناش احنا ما زال في الاستعمار والبلدية همشتنا راكم تشوف وراهم يعيشوا مع الحناش والعقباء العقارب هنا في العجار راكم تشوفهم يعاني والله احنا في المزيرية وخلاص السكان في هذه المنطقة استسلموا لواقعهم المرير وألفوا حياة البؤس داخل هذه الأكواخ الضيقة فيما حرم أبنائهم من تحصيل العلم وتحولوا في طفولتهم إلى رعاة صغر يهيمون في الشعاب والوديان في ظل تهاون المسؤولين وتجاهل المنتخبين رغم القسوة والحرمان يقاوم السكان من أجل كسب لقمة العيش وسط أمل في التفاتة السلطات لانتشالهم من هذه الوضعية المزرية وترحيلهم لسكنات تضمن لهم العيش الكريم إلى موضوع آخر شرعت السلطات المخلية بولاية باتنة في توزيع قفة رمضان حيث وصل عدد القفة في الموزع على مستوى بلدية باتنة ألف وخمسمائة قفة من أصل سبعة ألاف متوقع توزيعها قبل حلول شهر رمضان المزيد مع ساعد هريكا كانت مصالح بلدية باتنة بإحصاء سبعة ألاف معوز على مستوى بلدية باتنة وبدأت اليوم عملية توزيع قفة رمضان العدد هو سبعة ألاف سبعة ألاف قفة مخصص في خمسة مراكز موزعة على أحياء مدينة باتنة الكبرى نحن من الجزائي البيضاء وذو كتابة البلدية كما كانت الدعوة نحن هنا كما نقول نحن نديره في القفة فيها سكر خمسة سكر ربي بارك فيها الربح فيها كما نقول نتليتي فيها جوش كله تليتلي ربي بارك يا أخي يا رحمة رب العالمين نبكرين نحمته ربي وش عطاول كل يوم؟ أعطونا الخير ربيها وكل الشكاية نستفادنا من القفة هذه بس حكاين الإنسان اللي نعطيها له ويستهلها وش هو نطلب من الناس للحمال اللي اللي لباس بهم ويجيوا ويجيوا من استفادة تعقفة رمضان هذه علاش ميخديوش المجال اللي نسلم عنده إلى موضوع أخر شهد بقرية سيدي علي بولاية بجايا مسجد مالك بن أنس بسعة 1500 مصلين هيكا على مدرسة قرآنية لفائدة أطفال القرية وأيضا مركز لمحو الأمية المزيد مع صبرين عارقوب المسجد يتجمع المجتمع المسجد يتجمع المجتمع نسعى التروزة ميطاج كاتري ميطاج لبرطمون الشيخ الواحد من ناث نشكره الملاح لسيط ويرن سيدي علي البحار إيه كي نزقناه في السيقة في المشجدين والمشجدين إن شاء الله دوير أغدوين الخير سيدي علي البحار الأمة الإسلامية تصوص طوح صوم قرآن نسعى مدرسة القرآن بيحاول الله بعد تدشين المينيستر نشئون دينية خمس طالب بيحاول الله أغدوه إن شاء الله في المدرسة القرآن رغم الأبعاد التاريخية لقصر التمسين بولاية الوادي ورغم تصنيفه كإرث ثقافي وديني ها هو اليوم قلعة سياحية تموت في صمت نتيجة الإحمال المزيد في تقرير عبد العالي رحومة وأمينة بن نحمن هو واحد من القصور الصحراوية التي لازلت أطلاله شهدة على تاريخ وأصالة منطقة ودي ريغ بولاية الوادي حيث لا يزال قصر تمسين المشيد سنة 782 ميلادي من طرف قبيلة ريغة البربرية شهدا إلى اليوم على العمق التاريخي والتقافي للمنطقة كان مصدرا لتصدير طب القرآن من القوق حتى المغير وجدي كان هنا يقرر هنا رحمه قوله لسيبه خبزة بخندك كان يقرر هنا وخالي سعلي بخندك كان يقرر هنا كان دورهم طرابة للإشفاء وتراوح في المسجد المجاورة هذا القصر بعد ما كان منبر للعلم ومنارة معروفة منذ التاريخ القديم أصبح وكر للحشرات والعقارب والحنوشة عادي يعني حتى الإنسان ما ينجمش بش يمشي في شارع مهدد يمشي بلكي طيحة لحيط وعلى الرغم من القيمة التاريخية التي يعكسها هذا القصر إلا أن وضعيته الحالية تدعو إلى ضرورة التدخل من أجل تهيئته وإعادة الاعتبار له نتيجة الوضعية الكارتية التي آل إليها هذا الفضاء العمراني العريق لازم الناس هذول المستفيدين مدام عندهم ملكيات يعني على الأقل تم المديري الثقافة تم تعويب المواطنين بقطع أراضي أو بسكنات أو العقارات المتحم هذه تدار كمتحف إنجاز دراسة ومخطط دائم لحفظ هذه القصور سيسمح بإعداد استراتيجية شاملة لحماية وترميم قصر تمسين كي يظل شهدان على إبداعات العمارة الصحراوية وعادات وتقاليد سكانها نختم عن نشر مشاهدين من ولاية سكيكدا حيث شهدت شواطئ هذه الولاية في فترة النشرية الخاصة الصادرة عن مصالح الأرصاد الجوية الخاصة بارتفاع درجات الحرارة شهدت إقبالا كبيرا للمواطنين حيث ورغم تصادف هذه الفترة مع امتحانات التعليم المتوسط والتحضيرات الأخيرة لشهادة الباكالوريا إلى أن جل الشواطئ وخاصة شواطئ المدينة كانت قبلة مفضلة لعضل كبير من المواطنين من مختلف الأعبار الذين فضلوا الهروب إليها خوفا من اتفاع درجات الحرارة المزيد في ميكروفون مرسلنا محمد حمد سمعنا البارح في الأحوال الجوية على قناة النهار باللي كان الحرارة اليوم زيدة في ولاية الشرق نهاية ونشر شكرا لكم على طيبية المتوسط